لمن أشكي حالي لمن أتظلم إذا كان قاضي الهوى مثلي جريحه هاي المقطعة من الأغنية ذكرني بتغريدة للسيد وزير التخطيط كامل الديليمي إذا الشباب يحطونا التغريدة على الشاشة السيد كامل الديليمي يقول إحسائيات وزارة الهجرة والمهجرين أكثر من 350 ألف مهجر يسكن الخيام وما يقارب 650 ألف مهجر يسكن الأقليم هؤلاء يستخدمون من قبل الساسة كأدوات لخطابات إعلامية ولأغراض انتخابية دون مراعاة الظروف الكارثية التي يعانون منها انتخابات النازحين والحركة السكانية بسبب بقائهم لأغراض التلاعب شكرا شباب رجعوا لي هذا الكلام حقيقة ومن مسؤول رفيع المستوى في الدولة العراقية إلى الذين ما زالوا يتاجرون بقضية النازحين ويطرحون أنفسهم إنها قضيتهم وإنها همهم ويتلاعبون بمشاعر الناس هذه الأرقام التي ذكرت الآن هي أرقام كارثية ثلاثة بية وخمسين ألف مهجر ما زاله يسكن بالخيم شو تستوين كل هاي السنين شلو اللي قدمتوا للناس بحيث أنه ذاك اليوم حبيب بن الحبيبات يقول لن نسمح لأحد أن يتلاعب بقضايا المناطق المحررة زيان لا بالتحرير موجودين ولا قبل التحرير موجودين ولا بعد التحرير موجودين موجودين بس بالشاشات وبالإعلام وبالخطابات وتتراقصون على جراح الناس لأن تردوم تحولوهم إلى دعايات وماكينات لأهدافكم الخبيثة والناس هذاك سيد كامل الدنيمي وزير التخطيط وأتمنى أن أستضيفه في حلقات مقبلة ليتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحتى نقطع الطريق على كل اللواتي والذين يتراقصون على جراحات المناطق المحررة والتحرير شنو أبطال الحشد وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد العشائري الأبطال الزلم اتطبت وجابت حكها وجابه الدواعش بشتفين شنو دورك منهم منهن انت الواحد بن يسولف خلي يسولف على قدة الزلم هي اللي تحتي من طبت سوت وطلعت صار سنين يسولفون بالمناطق المحررة أحد تعوض أحد سوى بيته سوى تولكم باب سوى تولكم شبات ظالين النهار كله يوم تنقسمون ثلاث كتل ويوم تنقسمون أربع كتل ويوم تسولكم كتلة وتتلعبون بمشاعر الناس ومستارعين على كل من يده يقدم نفسه زعيم شوف هذا النوم مفهوم الزعامات الزعامات اللي بدأ عدنا بدأ عدنا يطلع جديد يصير زعيم والبارحة كان يسويش اسمه ليش لا خلي واحد يصير زعيم ويصير زعامة بس الزعيم اللي يصير كون يحط بالسكلة رقي تقسر لهالمناطق المحررة كل شيء منه اتحررت والنسوان بعته نايمة بالخيم وخلف الله علق لي محتواهم وانتو توزعون انتو والحبايب توزعون توزعون خطابات وهسا الشعب انمون على الطيبين والخيرين يودون لسلات غذائية وانتو حكومة كل شيء معاعتكم انا دائما هذه الخطابات اريد ان اذكر بها من يستحق الذكرى انا اعرفهم يستمعون وانا ادرهم ما يشوفون بس اكو مرات عيون صلفة وكحة اكو عيون مرات ما تستحي اكو قصص مرات ما بيها قطرة النازحين خط احمر والتحرير ودم الشهداء لاهالي الشهداء ولأهالي البيارق العالية اما السياسيون الذين يحاولون ان يسلبون هذه الدماء الطاهرة الزكية من كل الطيف العراقي بيش برقى قاتل والحشد قاتل والشرطة قاتلت اما اصحاب الخطابات وحبيباتهم حطوا لساناتهم بيحلوكم ويقعدون اللي يسولف الزلم والنساء اللي كان لهم دورا وما زال لهم دورا في جراحات اهلهم اما المراهقون والمتطفلون والذين يبحثون عن زعامات ويشترون بالمال والسحت الحرام اصواتا وكتلا انتخابيا فتبا لهم ولكتلهم والانتماءاتهم ولزعاماتهم المزعومة المعركة مو مثل صالة الاقمار مو مثل الروليات المعركة للزلم والروليات للحرامية الزعامات يصنعها الميدان ويصنعها ازيز الرصاص والمشاجب والبنادق والمواجهة خلوا هاي المواقع لا تدنسوها ولا تقتربوا منها لانكم تدنسوها هنيئا لكل الابطال الذين شاركوا في تحرير مناطقنا واهلنا هم هؤلاء الابطال في الميدان ترجمة نانسي قنقر